وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت من ضبط 505 قضايا تمونية مستندية وعينية وذلك خلال 24 ساعة بمضبطات بلغت أكثر من 107 أطنان من المواد الغذائية وغير الغذائية كما تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط أكثر من 48 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة وضبط 10 أطنان من الأسمنت في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء كما تم ضبط أكثر من 49 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فضلا عن ضبط 655 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 161 قضية خبز ناقص الوزن و134 قضية خبز غير مطابق للمواصفات هذا وتم ضبط 13 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 154 طن في مجال ضبط قضايا التهرب خارج منظومة توريد أرز الشعير اشتركوا في القناة